شهدت قرى مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية جانبا كبيرا من التطوير ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويأتي ذلك في إطار تواصل جهود الدولة منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة حياة كريمة عام 2019 لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا نقلة نوعية تشهدها قرى مصر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية قرى مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية شهدت جانبا كبيرا من التطوير في إطار المبادرة الرئاسية منها تنفيذ عدد من المشروعات التي شملت مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل أيضا المبادرة إنشاء كبري الأبطال الشمالي والجنوبي كبري التراسونيك حيث أنه تم الانتهاء من إنشاء ست كباري بقرى الأبطال والتقدم والسلام في نهاية شهر رمضان المبارك أما كبري بلوظة بقرية جلبانا سيتم الانتهاء منه في الخامس عشر من يونيو من العام الجاري نحن إن شاء الله مخططين على نهاية شهر خمسة نكون نهاينا تماما كل مشروعات حياة كريمة في الأنطرة شرق إن شاء الله تبقى فتحة خير عليهم وتديهم أريحية أكتر في هذا المكان مشروعات التطوير شملت أيضا إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي ومقر الشهر العقاري والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين حيث أنه من المقرر خلال شهرين أن يتم انتقال بعض موظف الوحدات المحلية للعمل بالمجامعات الحكومية وذلك لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية المختلفة لهم أهالي قرى مركز القنترة شرق أعربوا عن سعادتهم لما شهدته قرىهم من تطوير غير ما كانت عليه لسنوات طويلة من نقص في الخدمات ربنا يبايكنا في الرئيس يجل في عمره ويخليه وربنا يجوي على المشاريع الجائم فيه وربنا يصنع معنا ومعنا وربنا ينصر مصر حاجات حلوة جداً اتعاملت للشعب هنا سوى غاز سوى صرف صحي سوى مية خطوط مية جديدة سوى مدارس سوى مباني حكومية طبعاً اللي هي تموين سجل مادني جهود متواصلة تجريها الدولة منذ إطلاق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة عام 2019 لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً في كل المجالات الخدمية وإحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سوى